بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصف العاشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بإذن الله تعالى درسا جديدا من دروس قواعد اللغة العربية راجيا من الله تعالى التوفيق والسداد درسنا اليوم عن النواسخ وسندرس معا الجزء الأول وهو عن الأفعال الناسخة أحبائي لنا ثلاثة أهداف نحاول إنجازها معا الأول أن يذكر الطالب الأفعال الناسخة ودلالتها وعملها بذقة الثاني أن يبين الجامد والمتصرف من الأفعال الناسخة أما الهدف الثالث فهو أن يحدد أنواع خبر الأفعال الناسخة ومتى يتقدم خبرها بداية ما أنواع النواسخ نعم أحسنت أفعال الناسخة كان وأخوتها وحروف ناسخة إن وأخوتها وحتى نتعرف أكثر على النواسخ فعلى أي الجمل تدخل على الجملة الإسمية أم على الجملة الفعلية حاول إدخال ناسخ على الجملة الحق منتصر هذه جملة إسمية نقول كان الحق منتصرا إن الحق منتصر إذن يمكن أن تدخل على الجملة الإسمية حاول مرة أخرى على جملة انتصر الحق هل يمكن القول كان انتصر الحق أو إن انتصر الحق بالطبع لا إذن لا تدخل على الجملة الفعلية إذن النواسخ لا تدخل إلا على الجملة الإسمية هيا بنا ننطلق نحو الهدف الأول انتبه معي ما الأفعال الناسخة وما دلالتها الأفعال الناسخة هي أفعال ناقصة تدل على حدوث خبرها في زمن ما فمنها ما يدل على حدوث الخبر في الماضي ومنها ما يدل على حدوثه في الصباح أو الضحى أو المساء أو الليل ومنها ما يدل على التحويل ومنها ما يدل على النفي ومنها ما يدل على الاستمرار فالذي يدل على الماضي هو كان والذي يدل على حدوث الخبر في الصباح أصبح وفي الضحى أضحى في المساء أمس أما أثناء الليل بات والذي يفيد التحويل صار أما الذي يفيد النافي نعم ليس أما الأفعال التي تدل على الاستمرار فمنها ظل ما زال ما دام ما برح ما فتئ من فك أحبائي قلنا سابقا أن واسخ لا تدخل إلا على الجملة الإسمية فما تأثيرها وهل تغير في ضبط المبتدأ والخبر معا أم في أحدهما انتبه معي الزحام شديد هذه جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر أدخل كان وتأمل كان الله غفورا كان الزحام شديدا إذن التغير حدث في الخبر أدخل أمسى 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 العاملان متعبين أمسى العاملان متعبين المسلمون صائمون أدخل أصبح نقول أصبح المسلمون صائمين الفتيات موظفات أدخل صارة صارت الفتيات موظفات أبوك ذو فضل أدخل ما زال ما زال أبوك ذا فضل ولكن انتبه إلى علامة الإعراب الزحام شديد يرفع بالضم وينصب بالفتح العاملان متعبان مثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء المسلمون صائمون جمع مذكر يرفع وتكون علامة رفع الوا والنصب والجر الياء الفتيات موظفات جمع مؤنث يرفع وتكون علامة رفع الضم والنصب والجر الكسرة أما أبوك وذو فهي من الأسماء الخمسة علامة رفع الوا والنصب الألف والجر الياء بارك الله فيكم هيا أبني مهارتك أدخل على الجمل الآتية ما هو مطلوب مراعيا صحة الضبط الشاب شيخ أدخل ناسخا يفيد التحويل الذي يفيد التحويل أحسن صار صار الشاب شيخا البناءان متماسكان أدخل ناسخا يفيد النفي الذي يفيد النفي بارك الله فيكم ليس ليس البناءان متماسكين المصلون ضارعون أدخل ناسخا يفيد الحدوث ليلا بات المصلون ضارعين هم يتبادلون الهدايا أدخل ناسخا يفيد الاستمرار الاستمرار كثير ظل ما زال ولكن هل نقول ما زال هم يتبادلون الهدايا عندما أقول لك أنت مجتهد هل أقول كان أنت مجتهدا بطبع لا وإنما يتحول هذا الضمير الضمير المنفصل هم أنت يتحول إلى ضمير متصل نقول ما زالوا يتبادلون الهدايا أين الاسم إنه واو الجماع الضمير فأي ضمير يتصل بناسخ فهو اسم للناسخ أحسنتم بارك الله فيكم والآن أحبائي ننطلق سريعا إلى الهدف الثاني الأفعال الناسخة جامدة أم متصرفة جامدة تلزم زمنا واحدا نقول فعل ماض جامد متصرفة يأتي منها المضارع والأمر الأفعال الناسخة منها الجامد ومنها المتصرف تام التصرف وبينهما ناقصة التصرف الأفعال الجامدة من الأفعال الناسخة هي ليس وما دام ليس فعل ماض جامد لا يأتي منه المضارع ولا الأمر نقول ليس زيد مقصرا أما التام كان أصبح ظل أضح أمس بات صار نقول كان يكون كن كان زيد قائما أكون سعيدا كن مستعدا أما ناقص التصرف وهو زال انفك فتئ برح ما زال الخير باقيا ما يزال الخير باقيا اقرأ الآيات الآتية وتأمل الأفعال الملونة ثم أجب يقول الله تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ويقول تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أين الفعل الجامد من هذه الأفعال أصبح يزال ليس أحسنت ليس أما الفعل تام التصرف فهو أصبح أما الفعل ناقص التصرف فهو بلا شك الفعل يزال أحسنتم بارك الله فيكم والآن مع الهدف الثالث والأخير حول أنواعي خبر الأفعال الناسخة أحبائي الأمر بسيط وسهل ويسير خبر الأفعال الناسخة كخبر المبتدأ منه المفرد والجملة وشبه الجملة المفرد ليس جملة ولا شبه جملة مثل ما نقول كان البيت نظيفا أمس العدوان صديقين صديقين نعم إنها مسنة من حيث العدد أما الخبر فهو مفرد خبر الجملة هناك الجملة الفعلية والجملة الاسمية الجملة الفعلية بات الطالب يذاكر يذاكر جملة فعلية الفعل ضبير مستطر تقديره هو يعود على الطالب وكذلك ما زال الكريم يعطي هو أما الجملة الاسمية أضحى الشجر أزهاره متفتحة صار البحر موجه هادر لاحظ وجود ضمير في جملة الخبر يعود على الاسم في كلمة أزهاره الهاء تعود على الشجر موجه الهاء تعود على البحر يذاكر هو يعود على الطالب وكذلك يعطي هو يعود على الكريم أما شبه الجملة فهو الظرف والجار والمجرور الظرف ليس الكتاب فوق المكتب الجار والمجرور ظل المريض في بيته أما الجملتان الأخيرتان أصبح أمامنا مهام مو مهام اسم ولكنه متأخر وكذلك كان في المدينة أمير أمير اسم لكان ولكنه أيضا متأخر هل يمكن أن يتقدم الخبر نعم بل يجب تقدم الخبر إذا كان اسم الناسخ نكرة والخبر شبه جملة هنا نطبق ما استوابنا أكمل الجملة الآتية بخبر مفرد ثم بخبر جملة ثم بخبر شبه جملة ظلت قطر نريد خبرا مفردا ظلت قطر متفوقة متقدمة عزيزة غالية واحة للأمن وهكذا ظلت قطر غالية واحة للأمن أما الخبر الجملة ظلت قطر تسمو تعلو تتقدم ترتفع جملة فعلية جملة اسمية ظلت قطر نأتي بشيء من قطر ونتحدث عنه ظلت قطر أرضها محفوظة رايتها خفاقة أهلها سعداء ظلت قطر تسمو ظلت قطر رايتها خفاقة أما شبه الجملة ظلت قطر في قلوبنا قبل الجميع أو فوق الجميع أحسنتم أبنائي نجمل ما درسناه في القاعدة الأفعال الناسخة تختص بالدخول على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها أخوات كان أصبح أضحى أمس بات صار ليس ظل ما زال ما برح ما فتئ من فك ما دام قد يكون خبرها مفردا أو جملة أو شبه جملة قد يتقدم خبرها على اسمها في مثل كان في بيتنا ضيف منها الجامد غير المتصرف فلا يعمل إلا في الماضي ليس وما دام ومنها ناقص التصرف فيعمل في الماضي والمضارع فقط زال انفك فتئ برح ومنها تام التصرف فيعمل في جميع الأزمنة كان أصبح أضحى أمس بات صار ظل تصرف وأخيرا مع التدريبات السؤال الأول أوقف الفيديو واختبر نفسك أوقف الفيديو واختبر صحة إجابتك السؤال الأخير أوقف الفيديو واختبر نفسك أوقف الفيديو واختبر صحة إجابتك في الختام أشكركم وأرجو لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته